أنهت البرصة المصرية تعاملات جلسة اليوم أولى جلسة الأسبوع بعد إجازة عيد الفطر ذلك بارتفاع جماعي للمؤشرات وصعد رأس المال السوقي بنحو 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 718.5 مليار جنيه أما على صعيد المؤشرات اليوم فقد فتح مؤشر EGX 30 عند 11.047 نقطة وأغلق مرتفعا بنسبة 56 من 100% وذلك عند مستوى 11109 نقاط بينما سجل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 نحو 1873 نقطة عند الفتح وأغلق مرتفعا بنسبة 37 من 100% عند مستوى 1880 نقطة سجل مؤشر EGX 100 نحو 2851 نقطة عند الفتح ليغلق بذلك مرتفعا بنسبة 9 من 100% مسجلا 2862 نقطة نذهب إلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدراء الأمريكي 18.43 جنيه للشراء و18.55 جنيه للبيع سجل اليورو اليوم 20.44 للشراء و20.57 جنيه للبيع وصل الاسترليني اليوم إلى 22.73 من مئة للشراء و22.89 من مئة للبيع أما بالنسبة للعملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي 5.1 من مئة للشراء و5.5 من مئة للبيع الريال السعودي وصل اليوم إلى 4.91 للشراء و4.94 للبيع للبيع للشراء ترجمة نانسي قنقر شكرا